بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما أما بعد أيها الطلاب الأعزاء اعلموا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه أنني جمعت لكم في دروسي هاته ما فرقوه وبيّنت ما رمزوه وفتحت ما أغلقوه وهتكت ما ستروه إلا بابا واحدا يعرفه الباحث اللبيب ليلا أكون ممن أضاع الأسرار وعدل عن الطريق وخيفة من المقت في هذا الوقت على أنه لا بد من مرشد يهديك السبيل وعالم عامل يبين لك التأويل ولهذا قيل من أخذ الطب من الكتب قتل الآنام ومن أخذ النحو من الكتب أخطأ في الكلام ومن نقل الفقه من المؤلفات غير الأحكام ومن فهم التصوف من المصنفات تزندق ومرق عن الإسلام وما تاه أكترهم إلا لأنهم أتوا البيوت من غير أبوابها فلم يعرفوا كيف الوصول فتاهوا وظلوا والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فهذه الأسرار الروحانية هذه الأسرار لا تدرك إلا بتوفيق الله تعالى ولا يعقلها إلا أول العزم من الروحانيين وأول العزم من الربانيين قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وقال نبينا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم إفشاء السر الربوبية كفر إفشاء السر الربوبية كفر واعلم حفظك الله أن الحجب أن الحجب الترابية والهوائية اسمعوا جيد الحجب الترابية والهوائية طمست أنوار البصائر وحجبت أسرار السرائر عن شهود الكائنات ولطائف الغيبيات فاندرست فاندرست معالم المعارف العلويات وانمحت وانمحت آطار سبل الأسرار القدسيات فإذا سمعوا الحقائق فكأنما ينادون من مكان بعيد أو من وراء جدار من حديد فهذا هذا وحياتكم سبب كتب الأسرار ومحو الآطار قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين فأما أحدهما فبينته وأما الآخر فلو بينته لقطع مني هذا البلعون هذا الحل ثم قال ثم قال رضي الله عنه اعلم أيها الولد الكريم والصديق الحميم أن الأعداد أنما الأعداد منها ضكر وأنت منها ضكر وأنت فلا يصح في طريق الحل أن يوضع ضكران مع أنت ولا أكثر كما أن الأنت لا يجوز لها أن تتزوج بضكرين فأكثر ويصح للضكر أن يتزوج بإثنين وتلاتة وأربعة وهكذا في الحروف كذلك لأن الحروف أم من الأمم أم من الأمم أمم أمتالنا فكذلك الأعداد الضكور لها أربعة أحكام أن تكون أحد وعشرات ومئات وألوف فلذلك وقع في أيقاغ أو أيقاشين المراتب الأربعة لكونها ذكورا إذا تطهر ذلك وعلم أن الأعداد ذكور من الأحد خمسة وعشرون خمسة وعشرون وحروفها هي أجهازاتين أجهازاتين أجهازات فإذا حسبت أجهازات تجدها خمسة وعشرون أج ها ها زا طيب أجهازات هذه الحروف مذكرة هذه مذكرة إذا حسبناها نجدها خمسة وعشرون ومن العشرات مئتان وخمسون وحروفها يل نعصين ومن المئات ألفين وخمسمائة وحروفها أشتظ غئضين ومن الألوف ألف وحرفها واحد وهو الغين والأعداد الإينات من الأحد عشرون وحروفها بدواحين 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 حروفها بدواح ومن العشرات مئتين وحروفها كمسافين ومن المئات ألفين وحروفها رتخاضين فيكون عدد الحروف الذكور على ما ذكرنا ستة عشر منها نوراني وظلوباني منها علوي وسفلي النوراني منه العلوي ومنه نوراني سفلي والظلمان كذلك والإينات إثنى عشر حرفة ومنها كذلك الظلماني والنوراني تبهوا جيدا جيدا لكي لا وإنما ستر الأكابر من الأولياء والأفاضل من العلماء هذا العلم النوراني والسر الرباني للا يعتر عليه شياطين الإنس وأباليس الجن فإنه علم هذا العلم روحان علم مكنون وسر مخزون لا يمسه إلا المطهرون ولا يناله إلا دو حظ عظيم وقلب طاهر سليم أقول علم الروحانيات لا يناله إلا دو حظ عظيم وقلب طاهر سليم العلم في الحرف سر الله يذركه من كان بالكشف والتحقيق متصفة واعلم حفظك الله أيها الطالب العزيز أن الحروف عالم آخر أودع الله فيها سرا وخواصا لا ينكرها إلا من عميت بصيرته وتاهت فكرته فما كان يتلى منها فتأتيره مشاهد في الحيوانات الغير ناطقة عندما مصوت لها بالحروف المعروفة ففيها ما ينفرها ويقصيها وفيها ما يقربها ويدنيها ففي النوع الإنسان الناطق يكون تأتيرها من باب أول ومنها ما يكتب أو ينقش فتأتيره بالجد المغناطيس للحديد كالحديد أو بخصوص جعل الله فيها توافق روحانية الشخص أو الطباب قال سيدي محي الدين قدس الله سره أن الحروف كما قلت أمة من الأمم مكلفون والرسل من الحروف أربعة وهم ألف ذال راء واو أدروا والعلماء الراسخون من الحروف إثنان الذال معجمة والزي والعلماء دون ذلك الميم والنون والكاف والصالحون منهم الباء والسين والطاء والأغنياء من الحروف الحاء والصاد واللام والها والفقراء من الحروف وهي الياء والتاء والجيم والضاد والضاد والعين والغين والفا فإذا علمت ذلك فاعلم أن الرسل ما خرج منها ومن أدوارها لا يخطئ أبدا فينطق بنا الصواب سواء كان من المليح أو القبيح وكذلك أقصام العلماء وأدوارها تاتي بالصريح لمن أراد البيان من ذلك الأمر وكذا حروف سعادة والشقاوة والفقر كل حرف تكشف أسراره ما يناسبها وقص على ذلك من جميع الأحكام ولنا درس مفيد إن شاء الله في المستقبل عن هذه الأسرار المكنونة المخزونة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وسمحوا لي جازاكم الله خيرا وشكرا